أهلا منكم جدداً كتر خيرك زميلة أكرام نواصل مدنا المباشر والحي في كل مرة نتكلم أن السودان هو بمختلف طراء وتنوعه هو معبر السودان هو واجهة مشرفة فنتكلم عن المخزون هذا فبالتالي في جوانب اقتصادية وسياحية يجب أن نغذبها كل مواقعنا إكترونياً حتى نجذب مزيد من الاستثمار ومزيد من السياح لخيرات السودان الوافرة لكن على زاوية أخرى يتهم المواطف في الترفيه في جانب ارتياحه يتكلم عن الحدائق التي هي متنفسة لكثير جداً من العائلات حدائق الخرطوم في بلدنا حلوة نشاهده من ثم نعود لأنكم الصباحات نندي برفقاتكم مشاهدين المسطحات والخضرات داخل العاصمة الخرطوم بدأت بطبيعة الحال صغيرة حول الطرقات ثم أخذت في الانتشار شيئاً فشيئاً مضيفة أبعاداً جمالية وبيئية لتكمل بذلك الوجه الجمالي للعاصمة لكن الناس تدافع عليها مؤخراً طلباً للنزهة والترويح وحتى الاستذكار ومزاولة البيع والشراء هذه المساحات صممت أساساً كمظهر جمالي ومناطق جذب تسر الناظرين والعابرين وتكون مفتوحة وغير محجوزة تزرع فيها كافة أشكال الزهور والورود المحلية والمستوردة وكل ما من شأنه إدخال البهجة والسرور في نفوس الناس خاصة الأطفال وبالرغم من أنها تنتشر في مساحات واسعة إلا أن الناس يرون أنها تشكل معلماً بارزاً داخل مدينة الخرطوم دون غيرها من أحياء المدينة جمال هذه الأماكن يستهوي الكثير من الأسر السودانية التي تخرج عادة لأخذ قصط من الهدوء في ظل ضغوط الحياة ومشاغلها اليومية فنرى بين الناس انسجاماً غير معهود إذ يمارسون الغناء واللهو الجميل في الوقت الذي ما زال البعض ينادي بمزيد من الاهتمام بهذه الحدائق ولعل ثقافة التنزه والإحساس بأن هذه المساحات المفتوحة ملك للجميع أمر يبدو بعيداً أمام واقع يقول عنه البعض إنه يحتاج لكثير من التوعية والرشاد والتوجيه البيئة الحضرية للخرطوم بدأت تتغير وبدأت معها الكثير من المعالم الحضرية تظهر بفعل هذه المساحات الخضراء التي جعلت من المكان لمسة جمالية غيرت من شكل المدينة وهي خطوة تجد القبول والاستحسان ولما كان للخرطوم موقع فريد باعتبارها مدينة مثلثة تقع عند تلاقي النيلين الأزرق والأبيض فإن ذلك يعطيها ميزة تجعلها تسبق الآخرين بعد أن تلحق بهم بالنظر إلى استلقائها على ستة شواطئ نيلية هذه المساحات التي تكسوها الخضرة تزرع في الغالب من النجيل الطبيعي المحلي إذ تحتل عملية التنسيق جزءا أكبر من المنظر العام كمرحلة مهمة في تنظيم وترتيب أنواع الورود والزهو أشجار الزينة ومما يجر ذكره لأن العاصمة لا تقتصر على مثل هذه المساحات فحسب بل هناك العديد من الحدائق الخاصة والعامة التي تفتح أبوابها للناس مقابل رسوم مالية المساحات الخضراء التي أعدت لتفرح العين وتضفي جمالا على الطرقات فاتخذها الناس أماكن للترويح تفتح بابا من الأمل أمام كافة المدن السودانية لتشهد مثل هذا الزحف الأخضر